أكد وزير البترول طارق الملة أن الوضع الحالي لأسواق الطاقة العالمية أظهر دور الغاز الطبيعي كمصدر مهم لطاقة مشيرا إلى استعداد مصر لتكون لعبا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية جاء ذلك خلال الجلسة الوزرية بعنوان ضمان أمن الطاقة الأوروبي الفرص والتحديات ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2022 وأشار الوزير إلى رؤية مصر بشأن تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والتحدي الأوروبي ودول المنطقة والمبادرة المصرية التي تبنتها لإنشاء منتدى غاز الشرق المتوسط منذ أربع سنوات كمنصة فاعلة للتعاون والتكامل في مجال صناعة الغاز الطبيعي اشتركوا في القناة